بعد ما خلصت 11-11 يا طرق ايه اللي هيحصل في 12-12 وفي 1-1 وفي 2-2 وفي 3-3 تفتكروا ممكن يحصل حاجة؟ خلصت 11-11 باجهاد مخطط جامعة الاخوان الارهابي لكن هذا المخطط الذي اجهد مين اللي وقف وراء اجهاده؟ اول حاجة طبيعي ان الشعب المصري مش عايز يروح لسكة الفوضى تاني بالرغم انه يعاني معاناة شديدة جدا اقتصاديا على سبيل الدقة يعني وفي تفاصيل اخرى منها بقى التعليم ومنها الصحة ومنها تفاصيل كتير جديد بقى الشعب المصري هو البطر رقم واحد نمرة اتنين الاعلام المصري انا بعتقد الاعلام المصري ام بحملة مضادة لفكرة 11-11 وعرق هذه الدعوة تماما وبين من اين اتت هذه الدعوة وطالما انها جاي من جامعة الاخوان فعلى يقين ان الشعب المصري مش طايق حاجة اسمها اخوان ومش عايز حاجة اسمها اخوان ومش عايز فوضى وعايز استقرار وعايز هدوء على الرغم مرة تانية من المعاناة الشديدة اللي بيعانيها المواطن المصري في حياته اليومية لكن ممكن يحصل حاجة في 12-12 وفي واحد واحد تعال اقولك تفاصيل مهمة جدا اللي حصل ان الدولة كلها تقريبا اشتغلت في فكرة تعريض دعوة 11-11 الوسائل الاعلام وقلنا اجهزة كتير جدا اشتركت لكن للأسف الشديد اهم محرك كان يجب ان يكون موجودا مكانش موجود اللي هي مكنة السياسة او مكينة السياسة عجلة السياسة الاحزاب السياسية في مصر هي فين؟ البرلمان اللي فيه تشكيلة كبيرة من الاحزاب السياسية وعلى راسهم حزب مستقبل وطن كان فين؟ والمفروض هذا البرلمان بيمثل الشعب المصري يعني جاي من تحت جاي من الحواري والازقة والقرى والنجوة والشوارع والميادين لكن ملهمش تأثير تفتكروا ليه ملهمش تأثير وليه دعوة زي دعوة 11-11 بازلنا مجهود كبير عشان نعريها وعشان نواجهها زي ما حصل ونجحنا فيها اول حاجة ان منذ عهد مبارك اجهزة الدولة المصرية كانت بتشتغل ضد الاحزاب المدنية كانوا بيضربوا الاحزاب المدنية ومن احزاب كتير احزاب قديمة زي السلاسي القديم حزب التجمع حزب الاحرار حزب العمل حزب الوفد بعد كده الاحزاب الشرعية التي تعمل على المصرح كانت فيه اجهزة في مصر بتعمل ضدها لصالح جماعة الاخوان نعم كان نظام مبارك يفضل التعامل مع جماعة الاخوان لانها جماعة على رأسها بطحة زي ما بيقولوا يعني يقول لهم خدوا كم كرسي من تحت الترابيزة وتتنى القصة دي وتعملوا كذا وجماعة الاخوان مكانش عندها مانع انها تتحالف مع الشيطان لكن ده اثر تأثير كبير انه ما بقاش فيه حياة سياسية حقيقية ممكن تسد الفراغ يعني مفيش حد مفيش حزب في مصر حتى الان بما فيهم حزب مستقبل الوطن هذا الحزب الذي يبدو غولا ومتوحشا هو في النهاية خالص اللي حصل ايام مبارك بيحصل لحد دلوقت ان ما زلنا الاحزاب الشرعية المدنية اللي هي ممكن تسد الفراغ اللي مسيطرة عليه او اللي كانت مسيطرة عليه جماعة الاخوان لازلت هذه الاحزاب محاصرة في مقرتها ممنوع عليها تعمل مؤتمرات معمول تعمل ندوات ما تروحش تتواصل في اماكن ما بتعملش سرادقات كبيرة تعمل فيها مؤتمرات جماهرية التواصل بينها وبين الجماهير محدود جدا 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 والناس قاعدة في فيلات وشقق واعدين يتكلموا كلام سياسة على الورق مش في الشارع مش مع الناس وبالتالي لما تحصل دعوة 11-11 ما بتلاقيش ظهير سياسي حقيقي موجود في الشارع يرد عليها او يقدر يفندها او يقدر يقدم دعوة بديلة او يقدر يعمل حراك جماهيري مضاد لما تطالب به جماعة الاخوان عشان كده بقول لو فضل الوضع على ما هو عليه وفضل بقى احزاب اجزوبة كده كبيرة وهي ملهاش لازمة وهي اصلا ملهاش ضرورة وملهاش وجود حقيقي في الشارع وفضلنا نضرب فيه الافكار السياسية المدنية الشرعية اللي مفروض تكون على سطح المسرح لو فضلنا كده هنلاقي الاخوان مرة تانية هيعملوا اتناشر اتناشر واحد واحد واثنين اتنين وتلاتة تلاتة ونفضل في هذا السجال ليه لانه حتى الان لا زالت الاحزاب الشرعية تضرب لصالح الطيارات الزلامية موسيقى 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 موسيقى